نعدي من غير ما نتكلم على مطش ومصر وبلجيك أمبارح أداء رائع ظهور قوي لمنتخبنا أمام واحد من أكتر المنتخبات المصنفة على المصنفة بالأنه في ناس كتير بترشحوا أنه يوصل على أقل مربع دهبي نتكلم طبعا على كتيبة والسكواد يعني مدجج بالنجوم فبالتالي كان العرض قبل النتيجة شايف أنه العرض الأداء الأقدم المنتخب مع فيتوريا أمبارح جيد جدا بالإضافة طبعا لأننا حسبنا المباراة صلاحنا من نتيجة 2-1 شفت المباراة زي وأهم مكاسب المنتخب من مواجهة بلجيكا تدي ببلغي يعني مبارح المباراة طبعا كانت مباراة منتظرة بالنسبة زي ما حضراك قلت الناس يستنيها تشوف من بلجيكا الأداء يعني أداء غير الأداء اللي كانت عليه في النسخ السابقة لكن للأسف منتخب بلجيكا رغم أنه هو المصنف الثاني عالميا ولكن ما فيش تجديد على مستوى العناصر يمكن إحنا شوفنا مبارح نفس العناصر اللي بنشوفها كل بطولة كاس عالم دي بروين هازارد لوكاكو باتشويه كورتوا كراسكو نفس العناصر تقريبا فالعرض مبارح المنتخب المصري فاجئ المنتخب البلجيكي إنه هو كان روي فيتوريا بيلعب منظومة ضغط عالي بنشوفها الأول مرة منذ فترة بعيدة يمكن إحنا تعودنا في أداء المنتخب المصري سواء مع برادلي أو كوبر دايما بنبقى ورد كرة معظم العناصر إنبارح لا يمكن دبن كمان في كرة الهدف الأول لما ضغط المنتخب المصري بخمس لعبين وقدر يغلط أهم لعب في المنتخب البلجيكي ويستخلص منه مصطفى محمد كرة الهدف الأول ويسجلها طبعا بالطريقة الرائعة فلا واضح أن فيتوريا فعلا دي بصمة بدأت تتضح على أداء المنتخب طب خليني أقول لك أنه في ناس أو في أنا مش عارف ليه طبعا مش قادر أفهم المنطق لأنه أنا أعتقد أنه تسعين في المائة أو تسعين في المائة من مصريين برح راضيين جدا عن عرض المنتخب ومفصوطين جدا بالنتيجة فبس في ناس تلعب تقول لك قصد دي مش مباراة رسمية ولو دي مباراة رسمية كان أداء بلجيكا ونتيجة المباركة هتختلف وإنه اللعيبة بتاعت بلجيكا خايفة على نفسها من الإصابة فبالتالي كانت بتلعب بنص حمولة فبالتالي ما نفرحش قوي وما نبلغش قوي في فوز مصر على بلجيكا رأيك يا أبو حميد في الكلام لا أنا شايف أن دايما نحن نحاول نقلل من أي حاجة كويسة بس الطبيعي أن دي البروفر الأخيرة للمنتخب بلجيكا فأكيد بيلعب بالقوام الأساسي طبعا لأنه بيشوف إزاي هيلعب في المنديال هو كمان مختار مصر أو مصر يعني عشان عنده نفس المغرب بالضبط كده فأكيد بيدور على فريق عربي عشان يكون مستويب وتقارب طبعا من المنتخب اللي هقابله في المنديال منتخب مصر يكون من أفضل الفرق الأفريقية أنه هو يقدر يعمل بها حتكات قوي وآخر مواجهة بين مصر والمغرب مصر كاسب على المغرب في بطولة أمم أفريقيا ده مظبوط فمنتخب بلجيكا لا طبعا لعب بالقوام الأساسي كله وده كان باين في التشكيل اللعب بأغلب النجوم وأغلب النجوم كلها لسه جاية من أندياتها الأوروبية كلها بحالة فنية عالية لكن منتخب مصر لازم نديله حقه منتخب مصر يورو فيتوريا عمل مباراة كبيرة جدا أغلب اللعبة كانت في حالة فنية وكانت واخد المباراة الجدية وطبعا شفنا أنه كان فيه فكر كان باين في الملعب عودة أكرم توفيق مكسب كبير جدا جدا لمنتخب مصر وده طبعا من أسباب لعب جيم كبير أوي على كراسكو كراسكو ده عالمي أنا بشوف أن كراسكو ده ممكن حل كبير جدا لمنتخب بلجيكا في كاس العالم طبعا فأكرم توفيق لازم نديله حقه عمل مباراة كبيرة عودته كان مكسب كبير لمنتخب مصر والنادي الأهلي طبعا اكتشاف روي فيتوريا لازم نتكلم عنه محمود حمادة اكتشاف مهم جدا اللعيب ادى نكهة لنص الملعب نكهة مختلفة ادى الحالة اللي انت لعيب الكرة اللي هو بيقدر يلعب ويقدر رؤية للملعب زي وجود النين للناحية التانية ده كله عمل اختلاف مع طريقة اللعب ان هو بيلعب على ضغط على متخب بلجيكا من قدام والجملة اللي هو عايز ينفزها اللي حصلت في الجون الاولاني وجون التاني اللي هو بيضغط وبيلعب سواء محمد صلاح او محمود حمادة او اللعب اللي بيلعب بأوترس جي بيلعب الطويل خلف المدفعين واضح ان متخب بلجيكا بيلعب بسكة زي ده